سلام عليكم ازايكم حبيبي عاملين ايه? النهاردة ان شاء الله بقى هاخدكم الرحلة جميلة او من اول مركبنا لغاية ان شاء الله ما وصلنا شقة المصيف بازن الله. رحلة كانت ممتعة وجميلة او بس نقصوكم. اه هنا احنا وصلنا محطة مصر. عشان ناخد الاطر بازن الله. كده احنا اول ما وصلنا بالزبط. بصوا قدي المكان جميل احنا كده اه في اولها. ماشيين بدري الساعة كانت ستة ونص الصبح. وده احمد حبيبي بيسلم عليكو كلكو. كده احنا دخلين بقى على المحطة. اه هو اقفل مستنيين الاطر. على فكرة انا بحب بسافر اوي بالاطر احسن من اي موصلة تانية. لان الاطر بيفوت على اراضي جميلة اوي. بحب بشوف انا المنظر ده. اه فبحب ان انا سافر بالاطر كل مرة يعني. القاطر جاية هون. متعب صراحة. السفر بالاطر بيبقى ليه اه وضع تاني يعني. بتبقى الرحلة جميلة كده بتاخد وقت ان انت اه بتقعد في في القاطر والاطر مكيف على فكرة. اه فبيبقى الا احساس جميل اوي. انت تروح بالاطر تسافر كده بيبقى احساس جميل يعني بحب انا الحكاية دي اوي. كده احنا هنركب الاطر بازن الله. دي اول الرحلة خالص. بشكر كل حبيب اللي سألوا علي. شايماء حبيبة قلبي اللي اتصلت بيا وسألت علي وامو عمر حبيبة قلبي برضو. اه اخواتي طبعا كلكم. اه وانتو وحشدوني جامد. احمد قاعدة هوت في القاطر وانا كنت قاعدة اقصاده انا وبابا ومحمود. كده بقى ده المنظر اللي انا بقول لكم عليه. بصوا ادي ايه المنظر ده بصراحة اه بعشقهم. متعة متعة بصراحة ان انت تشوف الشكل الجميل ده. اه حاجة رباني كده والخضرة والااااا والهوى والناس اللي بتزرع بشوف الناس وانا رجبة بشوف الناس وهي قاعدة بتزرع الارض الفلاحين ستات ورجالة بصراحة بيبقوا نازلين من بدر كل واحد كده بيراعي الارض وبيزرحها آآ وبيفلحوا آآ في الارض آآ فقدي ايه منظر جميل اوي 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 فحبيت يعني ان انا صورهو لكم وشاركو معايا في الرحلة وتتمتعوا بالمنظر الجميل ده حبيبتي برضو موائل يعني آآ كلكو حشتوني بصراحة وسناء حبيبتي قلبي والبشمان ديس كلكو كلكو حشتوني جامد آآ كده احنا اول آآ ما وصلنا الشقة دي شقة المصيف دي اول ما بنخش من الباب فيه طرقة برضو يعني ولا صغيرة ولا كبيرة آآ ده المطبخ ودي السفرة هي الصالة كبيرة آآ مفتوحة على بعض دي كده دي السفرة محتوطة على جنب وفي الوش دي بلكونة آآ كبيرة بصراحة آآ وجميلة وبتبص على البحر دي قودة الاطفال برضو بلكونتها نبدع البلكونة اللي هي في الصالة على فكرة اسكندرية جميلة قوي وهواها ممتع كده وآآ وجميلة بصراحة آآ يعني آآ أحلى مصيف روحته بصراحة جميلة كده وهواها مليح كده وآآ كده احنا في طرقة ما بين القودة والحمام والقودة التانية اللي دخلناها دي قطة الاطفال كده احنا دي الطرقة الفاصل ما بينهم برضو تعتبر جميلة كبيرة آآ ده الحمام كده دي القودة بقى اللي هي قطة النوم بتعتبر برضو لها بلكونة اللي جنب المراية دي بلكونة برضو بتطلع الشارع برضو بلكونة كبيرة برضو يعني الشقة بصراحة جميلة احنا كل سنة بننزل فيها بصراحة جميلة اوي ومريحة كده في شوق بتدخليها بتلاقيها آآ تحس انك مخنوقة فيها النومة بصراحة الشوق دي مريحة كده احنا خارجين على الصالة تاني هم حطين لنا انتريه كده قدام الشاشة وآآ وحطين قصادها آآ كنبة ستوديو كده للي عايز آآ يريح مثلا قدام التلفزيون او حاجة ودي شونة السفر احنا كنا آآ خلاص يعني بنحضر ان احنا ان احنا ندخل وكده نحضر حاجتنا بقى ونستقر في الشق ان شاء الله دي البلكونة احمد حتى وعبال ما وصلنا كان خلاص آآ تعب نام لانه كان الليلة دي كان صهران طول الليل وما نامش بصراحة ما نمناش لنا ولا هو ولا محمود كنا صحيين دول الليل طبعا فرحانين ان احنا مسافرين لان السفرية دي جات على غفلة فكانت فرحة بصراحة بتبقى فرحة جميلة او وانتي بتحضري كده الشونة وبتحضري الاكل فبتبقى فرحة جميلة اوي كمان يعني الليلة بصراحة الواحد ما بينامش فيها بقى وصايف حبيبة قلبي وحشاني كده البلكونة البحر ده اللي في الوش لا زرق ده البحر البلكونة بصراحة ممتعة كنا اكترية قعدتنا ان احنا بنقعد في البلكونة عشان منها للبحر كده على طول فكان هوها جميل كده والمنظر يجنن بصراحة منها اما طلع حبيبتي وحشتني برضو هي لسه ما رجعتش ما تعرفش ان انا كنت مسافرة كلكوا كلكوا وحشيني بصراحة اه وامو سعيد حبيبة قلبي وامو ملك مستاذ احمد كلكم بصراحة الله يسعدكم ان انتو بتسألوا علي يا حبيب قلبي ومسندني على طول وانا بقي عليكم باذن الله وكن تحت ظنكم كلكم واقدر ان انا اسعدكم ده اكل المصيف بقى يعني اكل على خفيف كده كنت واغدال اول يوم على اساس ان روح نلاقي الاكل جاهز على طول ده بنيه وكفتة فرمتها في البيت ولحمة مفرومة على اساسها اعمل لهم مكارونة باللحمة المفرومة